ونبقى الآن مع أبرز ما اخترناه من الصحف البداية مع كارولين عكوم من الشرق الأوسط التي كتبت مصادر ميقاتي تؤكد متانة علاقته مع الحريري عن العلاقة بين الحريري وتيار المستقبل من جهة وميقاتي من جهة أخرى تؤكد أن أبرولات طبش متانتها وتشدد على التنسيق بين رؤساء الحكومات المستمر بشكل متواصل والمستقبل يقدم كل الدعم لحكومة معا للإنقاذ وغياب الحريري عن الجلسة كان بسبب وجوده خارج لبنان وليس أكثر في المقابل ردت مصادر ميقاتي على ما اعتبر انتقادا من الطبش لحكومته وقالت للشرق الأوسط هي نائبة في البرلمان يحق لها أن تعبر عن رأيها إنما موقف المستقبل في جلسة الثقة هو الذي عبرت عنه النائبة بهية الحريري والرئيس ميقاتي كان قد عبر عن رأيه حول انتهاك السيادة الوطنية وهو يعالج الأمور من موقعه كرئيس للحكومة بعيدا عن الاستعراض وعن المنافسة مع الحريري على الزعامة السنية تقول مصادر ميقاتي هدف ميقاتي ومهمته إنقاذية من دون الدخول في منافسة مع أحد وعلاقته مع الحريري متينة وهناك تنسيق دائم فيما بينهما ننتقل إلى لبنون 24 في معلومة صغيرة علم أن مسؤولا أمنيا بارزا كشف لصديق مقرر منه أنه حسم أمر ترشحي للانتخابات النيابية عن أحدى دوائر الجنوب على لائحة مكون سياسي بارز ننتقل إلى نداء الوطن كشفت معلومات موثوقة عن تشكيل غرفة عمليات بين القوى المتضررة من مسار التحقيقات القاضي بطار وقد بدأ أعضاؤها العمل والتحضير للإطاحة به والدفع نحو تنحيته عن متابعة ملف انفجار المرفأ وهذا ما قصده صفا بقوله بدنا نقبعه بالطرق القانونية وإلا وفي حين بدأ صمت حزب الله إزاء ما كشف عن مضمون رسالة تهديد المحقق العدلي تأكيدا أكثر منه نفيا لمحتواها أكدت المعلومات المتوافرة أن الرسالة وصلت إلى القاضي بطار بعيدة زيارة قام بها صفا إلى قصر العدل حيث التقى كلا من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات وهو ما أثار حافيظة أوصات قضائية مستقلة اعتبرت أن التدخل بشؤون القضاء بلغ ذروته مع هذه الزيارة بصورة فجة ومهينة لأعضاء السلك القضائي إلى الجمهورية وفي شأن الكهرباء كتبت إيفا أبي حيدر من التقنين القاسي إلى العتمة الشاملة كهرباء لبنان إلى الانطفاء انتهت أموال سلفة المئتين مليون دولار التي سبق وعطيت إلى مؤسسة كهرباء لبنان قبل وصول أوضاع الكهرباء إلى هذا الدرك سبق للمؤسسة أن نبهت منذ أشهر إلى خطورات الأوضاع وحذرت من تراجع التغذية إلى حدودها القصوى مع ما يعنيه ذلك من توقف المعامل عن العمل والتعتيم الشامل تحدثت مصادر في مؤسسة كهرباء لبنان للجمهورية عن أنها مسألة ساعات وينطفق معمل الذوق مع انتهاء الكميات الأخيرة من الأفيول المتوفرة لينضم إلى معمل الجي القديم المطفأ منذ نحو الأسبوع ما من شأنه أن يخفض التغذية إلى ما دون 500 ميجاوات يبقى الاتكال اليوم على معملي دير عمار والزهراني الذين يواصلن الإنتاج بسبب تزويدهما بالنفط العراقي الذي حال دون التعتيم الشامل مع العلم أن حمولة الباخرة التي أفرغت في معملي الزهراني ودير عمار لا تشكل أكثر من 25% من حاجة لبنان للتغذية إلا أن التحدي الأبرز اليوم هو في إبقاء الشبكة مستقرة فإنتاج 500 ميجاوات يحول دون استدامة إنتاج المعامل وعليه لا يمكن المراهن على شيء لأن الشبكة معرضة في أي لحظة لأن تصبح خارج الخدمة وبالتالي يجب تأمين حاجات لبنان من التغذية من مصادر أخرى ورأت المصادر أن المشكلة تكمن خصوصا في رفض مصرف لبنان فتح اعتمادات لصالح المؤسسة لشراء الفيول وتشبثه بموقفه هذا يعني توقف المؤسسة عن العمل وجزمت المصادر أن المؤسسة لا تحتاج إلى سلفة ولا تطالب بها فهي تملك في حساباتها 150 مليار ليرة تكفي لشراء خمس بواخر فيول ومزوت لصالحها ما من شأنه أن يخلق انفراجا في أزمة الكهرباء وكل ما تطالب به أن يحول لها مصرف لبنان هذه الأموال إلى دولارات وفق سعر الصرف الرسمي نختم مع الأخبار البداية من السياسة حيث كتبت الأخبار بحسب المعلومات سيبدأ المدع عليهم غدا المدع عليهم من قابل القاضي بيطار في ملف مرفأ بيروت سيبدأون غدا تقديم دعاوة تستند إلى مخالفات ارتكبها المحقق العدلي لا سيما فيما يتعلق بمخالفته المادتين 70 و71 من الدستور والمادتين 18 و42 من القانون 13 على 90 وهو اللتين يتنصان على أن مجلس النواب له أن يتهم رؤساء الحكومة والوزراء لارتكابهم الخيانة العظمى أو لإخلالهم بالمجيبات المترتبة عليهم أيضا في الأخبار كتبت رجانة حمية المستوردون يتراجعون عن الاتفاق على التسعير بـ 80% من سعر الصرف كرتال الأدوية عودة إلى الابتزاز في آخر لقاءاته مع نقابة مستوردي الأدوية في لبنان أعلن وزير الصحة السابق حمد حسن التواصل إلى حل موقع يضمن عودة الدواء المفقود إلى رفوف الصيدليات والمستشفيات حاول حسن بالترقيع إصلاح ما يفسده المحتكرون والتجار فأعلن عن صيغة وصفها بالعادلة تقضي استثنائيا بتحديد سعر صرف الدولار الدوائي للأدوية غير المدعومة بنسبة 80% من سعر الصرف في الأسواق الموازية لكن على ما يبدو فأن نقابة المستوردين تحاول التفلت من القرار والبدء بمناورة جديدة مع بداية العهد الجديد في وزارة الصحة سعيا للخلاص مما يعتبرونه خسارة لأرباحهم في آخر التصريحات خرج نقيب المستوردين كريم جبارة مشيرا إلى أن هناك خطأ في تركيبة الأسعار من أساسها ما يعرق العمليات الاستيراد متسائلا عن كيفية تصحيح مسار الاستيراد في وقت هناك بالأساس خسارة تتخطى العشرين في المائة التصريح لا يأتي من عبث بل هو مقدمة لإعلام المواطنين باستمرار أزمة الأدوية غير المدعومة إلى حين تحريرها من الدولارات الدوائية والعودة إلى دولارات الأسواق الموازية إلى ذلك الحين عليهم أن يتحملوا انقطاع الأدوية أو شراءها بأسعار مرتفعة وهو ما يناقض الاتفاقات السابقة والنواية التي قيل أنها حسنة ترجمة نانسي قنقر